سلام. اليوم بدي احكي لكم كيف نتفق مع حدا ونقول له وانا كمان وكيف اتفق مع حدا وقول له ولا انا ولا انا بحال ايجاب وحال اه سلب. فرح ابلش بالجزء الاجابة. اه مسلا هلأ مشاعر بالنسبة للي بيهتموا بالمحادثة طبعا لحتى لريحكوا الرأسكن الامور مختصرة. بدك تحكي ما في القصة عائدات. رح اعطيكم مثال لنفرض انا طويل. فشو بقول لك? اي او انا مسلا انا حزين. اي ام ساد. جملة ايجابية. ما فيها نت. ودي اقول لك وانا كمان. اوكي? فشو رح بحقول لك? بساطة بتقول له مي تو. وانا كمان. قل له مي تو. شغلة ايجابية. نفرض واحد لك انا بمشي بسرعة. اي واك فاست. قل له مي تو. نفرض واحد لك اي انا رح رح البيت. اي ويل جو هوم. مي تو. وانا كمان. فبساطة. بالنسبة لمحادثة. جملة ما في نت. اي ام اي كن. اي سبج اي واك. قلل له مي تو. اوكي? فهيك ريحت لكم مسارة. طيب بركي كانت هون في نت. في فرق صغير. اني انا كنت لك انا ماني حزنان. ام نا ساد. اوكي? في عندك طريقتين. توافقني. وانه وانت كمان مانك حزنان. اوكي? اول انتي. اوكي. بتحسن تقول له. المشهور انا الله ما بعرف. انا بالنسبة الي. الفضل اقول حاليا بالحكي. الفضل اقول مي ايذر. مي ايذر. وفي محلات بقول لك اقول مي بجواب سريع ومختصر. فانا انا ما ننزعلان. في نط. تقول لي مي ايذر. مي ايذر. اوكي. لي نفرض واحد اللي. اه مثلا ما بحسن امشي بسرعة. في نط يعني بالموضوع. او بقول له مي ايذر. او مثلا واحد اللي انا ما راح اروع البيت. اي وانت قوهوم. بده قول له ولا انا. طيب قول له مي ايذر. او بقول له مي ايذر. لانه في نط. اوكي. اي وانت هون. مي ايذر. مي نيذر. الجواب على جملة فيا نط. فيا نط. قول له مي ايذر. او مي نيذر. اوكي. فهي خلصت لكم القصة هاي بالنسبة للمحادسة كيف توافقوا مي تو او مي ايذر. رايحوا رأسكم. هلا نجي للشق اللي في عد تفاصيل اكتر. خلينا نعرف اكتر. الخاصة انه هيك شغلات كتير مطروحة بالامتحانات. طبعا. بكونوا بدن يعملوا ماجستيرات شفتوا امتحان وطني. اه او الامتحانات العادية. ما بعرف. على المستوى المدارس كمان اكيد بكون على الاغلب في هيك شي. ما متزنكر. ما متأكد. اوكي. اوكي. اه خلينا نبلش هلا. هاي جملة ايجابية. بسرعة. جملة ما فيها نط. بدي اقول له انا كمان. مبدئيا في طريقتين. اوكي. على مستوى القواعد. راح تقول له وبترجع بتكرر. في عدد شو استخدمت هون اي ام مسلا في عندي فعل كون ام از ار. فبرا بستخدموا هاي الفاصل اختياري. في ناس بحطوها. في ناس ما بحطوها. استخدمتوا. ومتما ملاحظين هاي الجملة هاي الجملة اه ايجابية. هون شيء ايجابي ما في نط. او في طريقة تعني. شو تقول له? تستخدم كذلك انا او كزا. استخدم بس عاد شو مشكلة الوضع خاص جدا. خاص. انه بيجي بعدك لانه سؤال. يعني بدل ما مفروض شو تكون. الوضع الطبيعي فعل وفعل. اوكي? لا بيجي بعدك لانه سؤال. بتلاقي. فحطوا هون اشارة استفهام هيك فكروا فيها انه هون في اشارة استفهام. كأنه سؤال بعد. هذا الوضع دائما هي. هيك بوضع الحالات يعني انا بحكي. اه مسال تاني. هلا هون كان الفعل فعل الكون. متل فعل رئيسي بس هو فعل الكون. فاموره كانت سهلي. بعكس لو بدي اعمل سؤال. فراحت احضر ايجابي. اه هون اي سليبت ارلي. هذا بالماضي اسمه ماضي بسيط. ما في فعل مساعدة. انا متبكير. وبيدي اقول له انا كمان. شو بقول له? اول شي بقول له اي. هلا لو بدي اعمل السؤال انا اي سليبت. لو بتراجع بالفيديوهات كيف يعمل السؤال من الماضي البسيط بيستخدمه وبيحطه شو بحطه? بحطه ديد. بحطه ديد. لو بدي اعمل سؤال كنت حطيت ديد. وبيدي ولا بدي وافؤ انا. فشو بروح بحط? وقول له اي ديد تو. وانا كمان. وانا نمتبكير كمان. اي ديد تو. انا فعلت ايضا. اي ديد تو. استخدمت ديد. لان لو بدي اعمل سؤال هون كنت حطيت ديد. لكن على مستوى سو بتعرفوه. على مستوى سو الامور معكوسي. بيجي كأنه سؤال. فشو بقول له? كأنه كأنه سؤال. واحد قال لي انا بحكي فرنسي. اي سبيك فرنش. هذا حضر بسيط اسمه. ايس انا كان ماضي بسيط. هذا حضر بسيط. اي سبيك فرنش. هلا لو بدي اعمل السؤال انا باي سبيك فرنش عندي فعل مسكين مثل هاد لحاله. اسمه حضر بسيط. فبرح بحط كنت تحط كنت لو بدي اعمل سؤال كنت حطيت دو. فتبرح بدي اتفق معه شو بقول له? اي دو تو. او استخدم كذلك افعل انا بس عنا شو بيجي? دو بتيجي قبل اي بتحط فعل مساعد. هلا هون كان عنده فعل كون ما في مشكلة يستخدم فعل كون. ما في فعل مساعد بدك تحط فعل مساعد. دو دز ديد. فهون حطيت شو? طيب بركي كنا عم نحكي على كذلك ايفعل جون? شو بقول له? سو داز جون. او بحط بدي استخدمتو بقول له جون وبرجع بحط داز وبحط فاصلي مسلا بحط او بدون فاصلي. جون داز تو كذلك اي افعل جون شو استخدمت? استخدمت بالنسبة لجون استخدمت داز وحسنت وافع انه كذلك اي افعل. كذلك الوضع بالنسبة لجون كذلك اي فعل. جون. فما في فعل مساعد راح تحط دد او دو او داز. الفاعل هي او شي اوقيت بالحاضر داز. الباقيين دو. ازا عم تحكي على الماضي البسيط فاستخدم دد. وهدف تفعل بالتصريف التاني مسكين لحاله فساعدتو بديد. فازا ما في فعل مساعد. اه سام كان سويم. طبعا لحظته انا غيرت الفاعل. حطيت جون ما في مشكلة. اه سام كان سويم. سام بيحسن يسبح. ودي اقول له انا كمان بحسن يسبح. هلا هنا في عندي فعل. عندي فعل مركب. عندي فعل مساعد وعند فعل رئيسي. بستخدم فعل مساعد فرصة. فبقول له انا استطيع ايضا. او بقول له بس تعرفوا بعد كأنه سؤال. بس شو بحط انا راح اروح بعدين. ودي اقول له انا كمان. انا سوف كزا. آمن våل تو. تحسن تقول هيك. wonder الفعل مساعده تستخدم. الفعل مساعد هو والفعل رئيسي. استخدم فعل مساعد. اي والتو او كمان كذلك سوف افعل انا بازي حبيته او هيك شيء. بس شو اجيت. اجيت؟ اابل اي لانه على الشكل سؤال. عشان الوضع الخاص طبعا. تذكروا وشارة الاستفهام. عندي هوني هادا اسم حاضر تام. عندكم فهاف فعل مساعد. وبدي وافقه. شو بقول له? كأنه سؤال. او بقول له لانه فعل مساعد هو كان هون كان. هون كان كان. هون عندي فعل يكون. هون كان اضفت فعل مساعد من عندي. اوكي? هلأ هون اه مسلا او اي هف تو. اه في عندكم. واز هذا تصريف تاني. الحسن نقول هذا موضع بسيط. انا بالنسبة له هذا موضع بسيط. فعل مسكين لحاله. ما شايفين? بس افعل الكون منه انه فيهم. تعكسهم تحط لهم نات. فمسلا هون بدي اقول له انا كمان. اي واز تو. شفت اي بتاخد واز. اي واز تو. وانا كمان كنت بالبيت. او كذلك كنت انا استخدمت واز. هون فعل رئيسة واز. بس افعل الكون امور سهلة. كأنه سؤال اجا هون. هلأ خلصنا من الجزء شو اللي? الايجابة. شغلات ايجابية. جمل ما فيها نت. هلأ عاد عطوني هلأ هون صحيح كمان حاضط من سال. سام كان سويم. سام بيحسن يسباح. وبدو اقول له وهي كمان بتحسن. بحسن اقول له هيك. بحط بس شو بيدي بعد مقلوب. يعني ممكن تغير الفاعل وحسب كذلك تفعل هي كذلك افعل انا او هيك شي. اخده راح تكون. هلأ انا بدي اعمل تعديلات بس عد تحملوني. عالسريع. بدي اعمل التعديلات. اوكي. بدي اعمل هادول الجمل هلأ انتو كنت عام متوافقوني على شو? على شغلي ايجابي. جملة ما فيا استخدمنا استخدمنا اه هلأ بدي اغيرها. بدي انه انا ما انا مبسوط. اي ام نات هابي. صار الموضوع فيو فيو نت. وبدي اقول له ولا انا. في طريقتين وافقوا. اول طريقة بقول له بهاي طريقة. بس في كلمة خاصة. في كلمة خاصة. بتحسن تقول له هيك. تقول له بس عاد قصتها متل اه متل قصتها متل متل سو. بيجي بعدها كأنه سؤال. يعني وما بحط اي ام شو بقول له ام اماي. فتذكروا بعد حطوا اشارة استفهام. كأنه بيجي كأنه بعدها سؤال ملاحظة اه هاي طريقتين لقول له يوافق حدا على شغلي سلبية. في اي نات يعني. اه الملاحظة اه البريطان بفضله يقول له ايضا. الامريكان بفضله يقول له نيذر وايذر. نيذر وايذر. ويمكن تسمعوا كمان شيء ثالث. اه نسيت باعتقد اسمعت بعض الامريكان بقول له ايذر وبقول له نيذر. باعتقد هيك بسمعتهم. على كل حال اه ما بتذكر اكتر ان هيك هلا. اه بس هذا العرف. نيذر ايذر نايذة ايضا. اوكي. اي سليبت ارلي. اي سليبت ارلي بدي اقول له انا ما نمت بكير مشان يوافقني. شو بقول له اي دي دن. النفي من هاي الجملة اي دي دن. اي دي دن. بترجع هاي لاصلة. سليب. اي دي دن سليب ارلي. بدي اقول بدي اوافق انا. فعندي طريقتين. نيذر شو الفعل المساعد لهوي فعل المساعد هو راح يكون. بس على شكل كأنه سؤال ايذر. بيجي بعدها كأنه سؤال مثل سو يعني. بس على الفرق هون انه في عندك كلمة او بقول له اي دن في اي دن ايذر. في عندي هون اي سبيك فرنش. بقول له انا المساعد هو دو نيذر دو اي او اي دون ايذر. هلا ملاحظة مهمة نيذر من جواتها من جواتها في نت. جواتها ضمنا فيها كلمة نت. فما بصير تحطه نت مع نيذر. يعني ما تيجي هون تحط اوكي نيذر هي نفسة انه فيها فيها نت. فتذكروا هالقصة هاي. اه اي سبيك فرنش نيذر اي سبيك نيذر دو اي اي دون ايذر. بنكمل. اه سام كان سويم. سام كان سويم. سام بحسن يصبح. فشو بقول له? اه بدي اقول له اه اه انا بدي اعمل انا في عفوان. سام كانت سويم. ولا انا. ما انا ما بحسن. فشو بقول له نيذر. الفعل المساعد هو كان. نيذر كان اي لانه كأنه سؤال بعد نيذر. كان اي. اما لو بدي استخدم ايذر بقول له اي. كينت في نت. جزء تبع ايذر فيه نت. نيذر. اي كينت ايذر. جزء تبع ايذر عم حط فيه اه نت. اي ويل جو ليرر. طيب انا ما راح اروح بعدين. اي شو بقول له? نيذر. الفعل المساعد. بس كان له سؤال. نيذر ولاي. اي وانت. بتعرفوا اختصار ولا نت? وانت. فاصلي تي. اي وانت. اي ايذر. ما شايفين عم استخدم الفعل المساعد. كان موجود هون. اه اي هاب ايرن. لنفض دعمنا. دي هابن ايرن. هني ما اكلوا. ما شرط قول اي. ممكن تقول دي. دي هاب نات ايرن. دي هابن ايرن دينر. هني ما اكل العشاء. اوكي. وبدوا فيقون. نيذر. هاب اي لانه عشكل كأنه سؤال الفاصال المساعدة two have. serait عنه 어렵 combination. okay I haven't either. I haven't either. I have eaten dinner I haven't either. yet. اخر واحدة she was at home. بدي اقول له. هيا ما كانت بالبيت. شو sein بهاضي بحقنا. انات. she wasn't at home. she was not at home. اوكي صار الموضوع فيو نت هلا هون شو عندي فعل فعل كون شفتو اي بتاخد وز حطيت نت وبعدين حطيت بالاخير اوكي اي وزن ايذر فبما تكون الامور اه سهلة للكون ما في فعل مساعد حطيت فعل مساعد طرف ايجابي لتوافقني على جملة ايجابية او حتى تجاوبني على اه توافقني على شغلي على جملة فيا اوكي ان شاء الله تكون الامور سهلة ازا كان هذا الفيديو مفيد انا اه بسرني انه تشاركو فمشان نصيد عدد اه المشاهدات وحسب قيمة حسب تقييم العملي شكرا على المشاهدي مثل العادين بعمل فيديو كل يوم من جمعة اليوتيوب بنسبة للفيس بنزلون على مراحل وشكرا على المشاهدين.